بس اسمح لي اقولك على مستوى النتائج ما كانتش هي القصة بس يعني يعني الاهلي مثلا وصل في ثلاث نسخ متتالية لثلاثة نهائية محقق اتنين منهم الاهلي بالمناسبة وصل كاس على ماندية وده واحدة من الحاجات الاخفاقات يعني وعشان اقولك برضو انه واحدة من اهم المشكلات في مصر هنا انه في قاعدة تقولك من امن العقاب أساءل أدب واحنا هنا محدش بيحسب حد ومحدش بيعقب حد ومناسبة كاس العالم اللي احنا روحنا وكونا منتظرين برضو فيه دور اكبر وفعل صاحب الجاهد لما قالها نلعب مثلا افند مديد ده تصريح بصرف النظر انا بحسبك مش كشخص انا بحسبك من وقع المسؤولية اللي انت بتتحمله انت اكبر يعني مقعد او اكبر مكانة او اكبر اسم مسؤول عن ادارة الكرة المصرية مسابقتها انديتها منتخباتها لما يطلع منك تصريح لابد ان يكون مدروس اتفكر فيه عارف عواقب التصريح ده ايه ومسؤول وملتزم امام الجميع بتنفيذه فما تقولي الاهلي هيلعب بطولة كاس العالم بكامل نجومه انت كمسؤول عن ادارة الاتحاد الكرة في مصر لابد انك تكون ملتزم بده ومتأكد من كل كلمة بتقولها حد حاسب لما تلعب تسريبات انحيازات لناس موقع مسؤولة لانديا بعينها واخفاء جوابات ومش عارف تأجيل مش عارف ايه واستثناءات في ايه حد حاسب لحد الوقت مش فلاش لحد الوقت بعد المباراة يعني المباراة النهاية الناس تلعب كاس عالم انديا ومحدش حاسب حد ومع ذلك الظروف دي الا انه الاهلي نجح في انه يحقق انجاز في كاس عالم انديا ويحقق انجاز في وصوله النهاية لانه انت عارف انه حتى ان لم يتم التتويج او الفوز اه بالنسبة لنا كجمهور محبت لكن على مستوى الاتشيفمنت على مستوى الانجاز تفاريق نجح انه يوصل لثلاث نسخ متتالية مباراة نهاية وده نجح يحسب للناديا فهي قصة مش قصة نتاج بس ومش قصة اندية بقدم هي الكلام على المنظومة كلها لانه الاهلي كمان بيعاني يعني الاهلي بيحقق البطولات دي كلها وهو يعاني الاهلي بيعاني من تلاحم موسم انت السنة دي بتلعب بطولة افريقيا بتوصل لاخر مرحلة فيها بتلعب بطولة كاس عالم بتحقق فيها برونزية بتلعب دوري بتلعب كاس جديد بتلعب كاس قديم ولعبتك هي القوامل الاساسي انت عندك اتناشر لعيب دول يا كابتن علي سبعة تمانية وساعات بيوصلوا عشرة في منتخب مصر ومعاهم بيرسيتاو ومعاهم علي معلول ومعاهم أليو تزينج مين بيدفع فطولة ده مين يستحمل ده فين ده بيحصل عايز نموذج واحد زي النادي الاهلي كده على مستوى العالم في ثلاث مواسم لعيبة ما خدتش فيها راحة سلبية في ثلاث مواسم الاهلي ما عداش فيهم بمرحلة اعداد احنا كمان عندنا يعني فيه قارات كمان بتطلع غريبة جدا يعني انا اول مرة ممكن بتحصرش قبل كده ان كاس مصر بتاع السنة اللي فاتت تلعب بتلعب مع الجديد لا يعني حاجة غريبة جدا الحقيقة انا معرف السبب ايه طب هي فلوس يعني هي عشان رعاية يعني ولا ايه من عايز نفهم انا انا كواحد من الشعب المصر انا عايزها فبليه مثلا كاس مصر بتاع السنة اللي فاتت اللي قال وتلغى ييجي هو ليه طيب احنا ليه ما بيمشيش على خط على خط اللي قابلينا ليه ما يبقاش فيه اتحاد اللي فات هو ده اللي يمشي يبقى فيه قرارات مشية ليه دايما اللي بييجي يلغي اللي فات هو ده هي دي المشكلة بتاعت مصر في التخطيط لما حد يبقى مخطط يجي غير ويمسح سؤال يعني هامشي زي ما بيقولو كده مع الموجة اللي ماشي اليمين دول الناس كلها بتقول لها كالحل فيه انه اقالة او استقالة صعبة طبعا استقالة اتحاد الكرة المصري وإقالة جهاز الفني هل انتو شايف ده يعدي من يعني يعدي المنتخب المصري او يعدي الكرة المصري من أزمة او المحنة اللي هي عشوية بقى لها سنين طويلة ولا الحلول تستدي حاجات لا هو هو احنا احنا في عشوائية احنا في عشوائية لما احنا بنطالب كده اقالة الراجل لسه مكملش سبوع نطالب انه نقال اه فيه مشكلة فيه مشكلة فنية بس هل يتحملها الجهاز فيه مشكلة ادارية هل يتحملها الاتحاد المصري الحالي طبعا لا ما احترام من الجميع وإن كان ما نقدرش برضو نافي من المسؤولية بشكل طبعا فيه خطأ لكن مش همه اللي تحاسب على الفطور لا طبعا مش همه دي فطورة سنين طويلة عايز اقولك الحاجة انا في وجهة نظري افضل ناس افضل ناس ممكن تعمل حلول الناس دي تبت راهن تتكلم على جهاز الفني والاتحاد الكورة اه اتحاد الكورة انا شايف الناس دي اللي موجودة افضل ناس تاخد قرارات قوية دلوقتي